اشتركوا في القناة أسبوع على وقع الجلسة العامة الانتخابية للشبيب الرياضي القيروانية واللي عرفت لأول مرة في تاريخ الجمعية مشاركة ثلاث خائمات اليوم كما تشوفوا لكلكم عرص انتخابي بيتم معنا الكلمة في أجوية ديمقراطية ما كنش نعرفوها قبل اليوم الشبيب الرياضي القيرواني إن شاء الله تعطي المثال لجميع معناها الجمعيات أنه قم بالحق معناها تنافس نزيح حباً في خدمة الجمعية الصندوق أفرز اسم ورد باللكحة كرئيس قديم جديد في مدة نيابية ثانية على التوالي برنامجنا الانتخابي هو امتداد لزوز مواسم الفارتين يعني المدة نيابية الفارتين هناك أكيد كل عمل ليخلوا من نقايص نعرفو اللي احنا اجتهدنا حققنا نتائج طيبة لكن أحياناً فما نقايص وفما حاجات لابدة من أصلاحهم ورجعتها صيوة على مستوى الإداري أو الفني دونك إن شاء الله فما استراتيجي بش نخدموها إن شاء الله ما هي التارم بش نجسموها في الفترة الثانية خدت ربي شبيبة من حسن إلى أحسن في مختلف الفروع إن شاء الله نشوف الشبيبة دي ما متقلق الانتخابات اللي احتضنتها قاعة المرحوم عزيز ميلاد عرفت مشاركة جماهيرية كبيرة وصلت لألف وواحد من خرط من جملة ألف وخمسة مئة واربعة وسبعين وكانت النتيجة فوز قائمة مراد بلاكحل بخمسمية واثنين وسبعين صوت مقابل ثلاثة مئة وواد وسبعين لقائمة عادلة السبوعي وكانت المرتبة الثلثة لقائمة مراد للجداح بسبعة وخمسين صور علماً وإنه تم إلغاء أربع بطاقات رغم قلة الإمكانيات المتوفرة اللي احتضنتخبات اللي ريال ما ما عنديش إمكانيات مادية ولكن كما لاحظتوا إن شاء الله تماكننا في أنه نظم القاعة معنا على الأقل نقوله بالمؤياء الموجودين صفحة جديدة تعرفها الشاببة القيروانية تخلي الأحباء وقدماء المسؤولين يلتفوا حول الجمعية في مختلف الفروع من أجل تجاوز الإشكالية لأسبوع الفرط واللي أثرت على نتيجة تفتتاح مشوار البطولة في ملعب منجرداني ما عنديش فرق رأوا بين سي مراد باللقحل ولا سي عاد الأسبوع ولا سي عاد القديح سي مراد القديح لكلهم بش يكونوا رئيسي الشاببة دونك بش أنوا رئيسي رئيسي أنا ديركتهم الجلسة الانتخابية تعايدتنا أخوي بعد بثلاث أيام اللي يوفن مركاته متاع كورة القدم معناها حتى لو كان مراد باللقحل ما يشدش هو الرئاسة ويجي رئيس جديد وينجم يضخ أموال وقادر هو اللي بش يضخ أموال ما نجمش حتى بشارق الوقت بش يصرف على الفوت لازم يتعامل مع الموجود والأهم من كل هذا أنه الانتخابات درت في ظروف وأجواء رياضية والصندوق كان الفيصل لكنه ما فرقش بين أبناء العائلة القيلوانية